فالليل ما نرقش الناموس والبسخ والريحة والريحة لا إله الله محمد رسوله هي صرخة مواطن من إحدى أكبر التجمعات السكانية بولاية عيندفلع دوارس كاكرا ببلدية عينبو يحيا أين يواجه المواطنون خطر كارثة بيئية بعد امتلاء الحفر التقليدية وتدفق المياه القادرة فوق سطح الأرض نحن أولادنا كعراموردن نحن مازلنا في الدماء نطالب بالسلطات العليا لرأس من رئيس الجمهورية ربي يحفظوك وولاية عيندفلات تدخل العاجل كل عائلة رأي دايرة فضر تحارة رأي دايرة حفرة والحفرة هذ المرة هيروح هيمشينا في الآبار يوميا ندو ربع خمسة الاسبيطر والناموس في الليل ليلة هيلة محمد رسوله واحد ربي سبحانه نقبضهم الأمراض الجلدية هذا الدوار اللي رانا عايشين به مدد 60 سنة نزار رانا عايشين في الحفرة عسيني والخطر الأكبر بهذه المنطقة هو اختلاط مياه الآبار بالمياه القاثرة الحفرة تعزقهم سمية البير رأينا نشربه منها المتلوث عن ناقع المارا نشروه بالدرهم رأنا هنا منطقة فلاحية رأنا مضرورين بالزاب بالزاب من اللاسيني اسمه رئيس بلدية عينبو يحيى رد على انشغالات المواطنين وان شاء الله يتم التكفل بباقي الشريحة الثانية والشريحة الثالثة في حين احتماد وجود التوفر لاحتماد المالي مع العلم أن كل سنة نقترح هذا ضمن المختلف البرنامج سواء كطاعية سواء كشريحة لفتسيال وتجدر الإشارة إلى أن دوارس كاكرا استفاد من الشطر الأول لإنجاز قنوات الصرف السح في انتظار إتمام الشطرين المتبقيين لإنقاذ المنطقة من خطر كارثة بيئية صحية